السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبايبي يارب تكونوا كلكم بخير وبصحة وبعافية وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم باذن الله النهاردة هنعمل رؤاء الناشف هنعمله على طول كده يعني دفع واحدة زي ما بيقولوا مش هياخد منكم حاجة نص ساعة تكونوا عاملين كمية حلوة جدا هتكفيكم عاوز اوليكم كده واقول لكم بصوا الرهيف الواحد رفيع او ازاي هقول لكم على طريقة حلوة اوي لفرد الرؤاء ده هيسهل عليكم الوقت والمجهود وهتخلصوا كمية كبيرة في ثواني وكمان طبعا الكمية اللي انتوا شايفينها دي تقريبا 800 جرام عملناها من شوية دقيق يعني تقريبا من 400 جرام يعني النص بالنص هنوفر كتير جدا جدا في التوفير او في الغلاء اللي احنا في ده معايا كده 400 جرام من الدقيق عليهم زرة من الملح وهنبدأ نعجن بمية بس هنحط المية شوية بشوية كده عشان انا مش عايزة العجينة تكون طرية يعني عجينة الرؤاء بتكون مسكة شوية عشان نقدر نفردها بسهولة هنعجن العجينة كويس جدا هنخدمها كويس اوي اوي تمام لحد ما تعمل عرق معايا عشان لما جي افرد العجينة احنا عاوزة الرغيف رؤي قوي بسوا العجينة معايا حلوة قوي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا هحطها بقى في البولة وهغطيها 10 دقايق كده ترتاح العجينة دي مفيش فيها خميرة يعني مش بتخمر معايا فبس بها ترتاح اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على الحبيب هعمل كل الكمية بقى على بعضها كده هعملها كور صغيرة بصوا بقى حاجة مهمة اوي لازم تعرفوها ان بالذات الرؤاء او الحاجة اللي احنا بنعجنها ما بيكونش فيها خميرة اهم حاجة تسيبيها ترتاح يعني دلوقتي انا بقطعها كلها زي ما انتم شايفين وهبدأ اني اغطيها برضو عشان الوش بتاعها ما ينشفش هبدأ دلوقتي هبدأ بقى من اول اتنين انا قطعتهم هتحسي ان العجينة بترتاح معاك كل العجين هفردوا بالشكل ده كده عشان برضو لما ابدأ افردوا الفردة الاخيرة هحس ان العجينة بترتاح وكل ما العجينة ترتاح معاك كل ما هتتفرد معاك بالنشابة بسرعة مش هتاخد معاك وقت خالص في الفرد فبصوا هعمل بقى كل العجينة على طول كده بس اهم حاجة الدقيق يا جماعة حط ما بين الطبقات دقيق عشان الجو دلوقتي الجو دلوقتي درجة الحرارة عالية شوية فالجو حر فممكن العجين يلزق في بعضه فحط ما بين العجينة دقيق هخلص بقى الكمية دي كلها وبعد ما خلصها برضو هغطيها ما بين كل مرحلة بنعملها وبنسيب العجين يرتاح معانا هتبقى سهلة عليك جدا في فرد العجين تعالوا بقى نشوف احنا هنفرد العجين تلت تلت ارغفة على بعض ازاي بصوا بقى احنا بنجيب انا بجيب تلاتة كده طبعا العجين معايا ارتاح ودي اهم حاجة بجيب تلاتة بحطوا ما بينهم طبقاتهم دقيقة عادي خالص وبفرد شوية بشوية وبفضل اقل بيمين شمال زي ما انتم شايفين وبفرد كده بالمردانة بتاعتي او بالنشابة بتاعتي ايه الحاجة المتوفرة عندك اهم حاجة تتأكدي ما بين كل مرحلة والتانية تمام كل ما العجينة تبدأ تكبر معاك تتأكدي ان الطبقات مش لزقة ان الطبقات مش لزقة معاك لو انت عاوزة العجينة بتاعت كبيرة وهتفرديها اكبر من كده تحط ما بينهم دي تاني تمام وببدأ اني اعملها كده بالشوكة عشان لما اجي اسويها على النار انا مش عاوزاها تنتفخ مش عاوزاها تكون منفوخة ده رؤاء ناشف هنعاوزة انشفه كده ومش عاوزة رؤاء يكون منفوخ معاي طريقة التسوية بقى انا دلوقتي حطى الطاصة دي طاصة الكريب بتاعتي حطها على النار اول ما بتسخن بهدي النار خالص اللي هي الشعلة انا حتى بستخدم الشعلة اكبر شعلة عندي عشان تكون واسحة وبعد كده بهدي النار بتاعتها لتحت خالص ببدأ اسوي رؤاء زي ما انتم شايفين وبقلبوا بايدي عادي بكل بساطة تمام الطريقة دي حلوة وسهلة وعلى طول وبنجز الرغيف ده طالع كبير معايا لاني بفرد ثلاث ارغيفة على بعض فالثلاث ارغيفة بتكون ساميكة فلما بفردهم بالمردانة بيكون رؤيئين جدا يعني سمك الرغيف بيكون رؤيئ جدا طريقة حلوة قوي بس خلي بالك الرغيفة لازم تتأكد ان بينهم دقيقة عشان ما يلزقوش بعض انا دلوقتي عام لقي انا هدوبك بشمع الرغيف بشمعه بس كده ومولع الفرن من تحت ومهدية الفرن خالص يعني الفرن البتجاز عادي مولعه ومهدية خالص باخد الرغيف ده كده بعد ما يتشمع معايا احطه على الشبكة تمام عشان ابدأ احط الرغيف التاني لان الرغيف اللي هو الرؤاء الناشف غير الرؤاء الطري الرؤاء الطري بتطلعيه على طول يعني انا بقبزه كده على البتجاز من فوق ويعني من شمال في دقيقة بكون بخلصة لكن الرؤاء الناشف بيكون انت عاوزة حمصي الرغيف عاوزة حمصي عشان تنجزي وكملا عاوزة انجز انا بفرد ثلاثة مع بعض عاوزة يعني انجزهم بسرعة او اخلصهم او اسويهم بسرعة باخد الرغيف كده بحطه على النار يدوبك يتشمع وبقوم راحة منزلي كمل تسوية على الشبكة بس اهم حاجة توطي نار البتجاز جدا بصوا بقى انا بعمل بالشوكة كده عشان انا مش عاوزة الارغيفة بتاعتي تنتفخ معايا طريقة سهلة جدا ولا اسهل من كده في نص ساعة هتنجزي كمية كبيرة جدا من الرؤاء يدوبك الرؤاء بيتشمع معي وباخده بحطه تحت على الشبكة طبعا كل حاجة زادت الاسعار زادت تقريبا النص بالنص الدقيق زاد النص بالنص العيش اللي بنجيبه زاد السعر زاد الرؤاء نفسه ده اللي احنا كنا بنشتريه النص كيلو تقريبا بالتلاتاشر او بالتناشر جنيه برضو سعره زاد النص بالنص فاحنا في الغلاء اللي احنا فيه ده نحاول نعمل كل حاجة في البيت وانت وقفة في المطبخ على فكرة وقفة ده سهل قوي يعني وانت وقفة في المطبخ بتطبخي او بتعملي اي حاجة ممكن تجهزيه قبلها بيوم او بيومين في ثواني هتخلصي يعني مش هياخد منكو اي وقت في برضو حاجة لو الطاصة بتاعتك اتمالت كده رد دقيق يعني دقيق كتير كده حاولي ما بين كل كذا رغيف تمسحيها باي فوطة بصوا بقى طبعا خلصت كمية كلها بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة تكفي معايا كمان صنايتين رؤاء باللحمة بالنسبة لحشوات الصواني دي ممكن تعملي يعني لحمة مفرومة تعصيجة لحمة مفرومة تعصيجة فراخ ممكن تعملي كبد وقوانس كده بالبصل والتبليها بتبقى تحفة جدا وتستعقدميها كحشوات طبعا بصوا بقى على الجمال الرؤاء طالع معايا تحفة ورؤي جدا جدا ورفيع قوي قوي وعملنا كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله طيب كمان بالنسبة لأحلى شربة ممكن تستخدميها في صنية الرؤاء دي شربة البط أو شربة الوز طيب ما عنديش بط ولا وز ممكن لو شربة فراخ تحط فيها حتة لية حتة لية كده وتتغلي كده على نار هادية شوية تخلي الشربة ده سمى كده وكويسة لان انا مش عايزة احط سمنة نباتي كتير او مش عايزة احط زيت كتير فالشربة كده لما تكون حلوة كده بتبقى ايه بتدي طعم رهيب لصنية الرؤاء حبيبتي في النهاية لو الفيديو عجبك اعمليلي لايك ولو ما كنتش لسا اشتركتي اشتركي وفعالي الجرس وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية وفي الختام بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم عليكم اشتركوا في القناة